السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ورحمة الله وبركاته معكم ورحمة القناة القناة إن شاء الله اليوم وحنا نتحدث عن كيف تجيب الفلوكس في حلقة 23 أقونا لأبدأ اغضر لك وشترك سبكة مشترك وفعل التنبيهات عشان يصالك كل جديد وإذا لو أنت حاب تنظر معنا في مجتمعنا في ديسكورد وحتحصل الرابط تحت فيه على الوسك لكي تصدر هذا الرابط حين كتب المجتمع هناك اختر النوع جهازك سواء كان سوني أو بي سي أو إكس بوكس لكي تتواصل مع بقية الأعضاء أيضا لو أنت حاب تنظر معنا في كلاننا كلاننا موجود على السوني على النسخة الأوروبية فكيف تتخش؟ تتخش عن طريقة تتكلم الشباب في رسم في الدسكورد عن طريقة الدعم الفني بعد أن تتحتف تحتكت والتالي تتكلمهم وتختار وقت لناسبك حتى ينخصونك فيه لكلان خلونا نبدأ في الحلقة ثلاثة عشرين نحنا نتكلم إن شاء الله عن كيف تبيع اللي هي السنارات اللي موجودة في عالم الماية سنقول سنارات نادرة وأيضا كيف تبيع اللي هي السمك الخضرة هذي طبعا كلهم شيئين متربطين في بعض طبعا السمكة هذي تكون تبيحها من 300 إلى 400 في السوق طبعا كيف تبيحها؟ تبيحها أو كيف تجيبها أول شيء نحن تجيبها أول شيء عن طريق الصيد طبعا لفضل أنك تصيد في يوم الثلاثة لأنه الثلاثة هي سنقول يوم سريع في الصيد فعندما تقعد الصيد تطلع لك السمك الخضرة هذي اللي هي نفس الوزن أو نفس الحجم حقها أكثر من واحدة فأنت حاول تجمع منها كمية كبيرة حوالي 30 20 50 اللي تقدر تجمع من خلال الصيد نفسه نجمع أنه الثلاثة هو أفضل يوم في الأيام هذي فالآن ننتظر أنه الثلاثة عادية تحويل الثلاثة القوية زي كده نحن نضع مربع ونصيد السمكة والآن جيتني جيس في جامبينغ غين فيش اللي هي جامبينغ جيد فيش هذه السمكة هذي تبيحها من 300 إلى 500 للحبة الوحدة فتكت تصيد وتبيع السمكة هذي عن طريق الماكتب ليس هذي عن طريق الماكتب ليس هذي عن طريق الشات حق التريد نفسه فتضغط السحب تحت مربع نضغط هنا بل بدعين نتشغل اللي هو الشيطة التريد بل دعم ثلاث تتخلع الشيطة التريد وتكتب له مثلاً وان تو سيل اللي هي WTS بعدين جيد فيش اسمها هكذا جيد فيش جيد فيش تمام جيد فيش بعدين وانت براي جيد فيش هنقل خمسة حبات معي الآن مثلاً كده تكتب كده في الشات يطلع للناس ان انت معك من جيد فيش خمسة حبات فهم يقولونك والله بكم تبيح يجيسونك المونك على الخاص بحيث انك قد يعني نغشونك في السعر حقها بالتريد قابله وتروح عند آلة التريد كده ترطي السمكة في آلة التريد وهو يشتريها منك الآن نحن من شرح اللي هو بيع اسماك اللي هي جمبنج جيد فيش نطلع حين لموضوع سنارات سنارات تحتاج أن تنتقلني هنا نحن نقول لأي عالم تنتقلها ميهم بعدين إذا انتقلت لهذا العالم إذا أنت تريد تشتغل صح تقدر تسوي تجارة ثانية مرية كويسة اللي هي أنك تتجع عند الآلة هذي تحصل السنارات هذي تصنع السنارات هذي وتدخل السوق وتبيحها طبعا عندك اللي هي الأول واحدة اللي اسمها Ancient Scale متطلب عن طريق السنارة واحدة الآن تدخل عندك السنارة هذي تدخل عندك السنارة هذي هذي السنارة متاز تستخدم هذي السنارة وتدخل عندك السنارة الآن تطلع لك اللي هي اسمك اسمها Ancient بالتالي تكسر هنا في الآلة إذا كسرتها يطلع معك اللي هي هذا الشي اللي اسمها Ancient Scale Ancient Scale هي تبيع الحالة بثلاثين ألف وتجارة مرة حلوة أو أنك تسوي السنارة هذي بعدما تسوي السنارة هذي تبيحها في السوق أوكي خلوا نحن نشوف موضوع له خل نقول Ancient Scale هنكتب اللي هي A&C تمام ونبحث عنها تمام ونبحث الآن شوف الآن هذا حضب 25 يعتمون قليلهم حطينا نقل شيء 35 في السوق أقدر الآن أنا أشتريها هذي كمية وأرجع أبيحها من جديد تمام فأبيحها الآن لا نقل شيء في السوق الآن نقوم بـ 35 ألف منك أنت تبيحها 30 ألف أو 32 ألف مت مرتاح أو أنك تسوي الحالة ثانية أن هي تسلع السنارات وتبيحهم طيب وحن نقول نقوم نشوف أحنا أسعار السنارات كم نقوم هنا عند الفيشينج بعدين نمسح هذه الكلمة ونبحث وشوفها نحن هذي السنارة العادية اللي هي أرخص وحدها يعني بعدها السنارات هذي هذي تطلع عطيق الصيد بعدين عندك السنارة هذي لعطيق السناعة هذي تقيمتها مية وثمان وعين ألف طيب ما تكلف كلا يمكن تسعين ألف حتى قال إذا أنت بتصد السمك هذي اسمهم انشنت فأنت ربحان بجيبك مية وعشونة صافي إذا تسلع السنارة حالها شوف هنا عندي السمك قالنا أن هنا تنجيك سعود السنارة هذي والتالي تقريد تبيحة هنقول السنارة مثلا هذي ما في منها الحب واحدة في السوق فمجيك تحطوه بسعر أقل بحيث تتحمس الناس اللي مشتون بحيث اللي مشتون بفرق بين السعر بين الأول والثانية وعندك هنا برضو السنارة هذي لكن هذول يحطوا في بلكم بشارة مرور مهمة الشارة المهمة هي والشي أن تجارة السنارات تجارة بطيئة لأننا نستخدمون الناس يعني ما يعفونها بشكل كثير طبعا فيها مستر لما أنت دعني مستنارة فيها مستمرة كويس فتحاول أن أنت تصع هنا شوف هاي تحجز مثلا حقة الكاندي ما في الحبة واحدة وهنا ما في الحبة هنقول بعض حبتين من هذه اللي هي حقة العالم الفويد الفويد ولا العالم النيون عفواً فتجي هنا شوف عندك هذه تصع منها حبة نظافية تمام بتعطوها للبيع عندك حبة لأطلب منك أو أنك زي ما قلنا أنك ترصيد السمك الخاص بالانشينت سكيل وتكسر السمك نفسها وسيطع منها الانشينت سكيل هادا فتبيع السمك نفسها فتطلع مراها يعني فلوكس مرة كويس يعني عندك انشينت سكيل وعندك السمك الخاضر هي تجربك جيدن فيش وعندك برضو السنارات هذه كلها في تجارتها مرتك انك التاجع فيهم واضطلع من راههم فلوكس مرة كويس لكن سنقول البيع الأسرع نوعا ما أو سنقول البيع السريع اللي هو الانشينت سكيل بيعاتها مرة سريعة حيث الناس كلهم يغبون فيها أو أنك تبع تبيع السنارات وتحط السنارات وتكون كمية أرخص وبالتالي تبيعها يعني أنت حين لو تصل عند السنار هذي بتكلف كأقلت لو أنت بتشتريها من السوق بتكلف تقريبا ١٣٠٠ ألف وهذا لو أنت مرتاح بينما لو تحصلت في السوق أنه واحد بحاطها بكم عند حاطها تقريبا أرخص شي حاطها بـ ٢٠٠٠ يعني هو خنجور ربحان أبو ١٠٠٠ ومرتاح هذي فيها ومعروب حيث تبدأ أنت ترسم مثلا سنارة ثانية وتبيعها فبراحثك أنت لكنا في بعض السنارات هي تجارتها مرة كويسة لكنها خنجور نمر بطيء فمزيما قلنا عندك الانشينت سكيل وعندك مثلا السنارات هذي كله فيها سفادة مرة قوية يعني حيث تبيعها يعني وعندك أيضا سمكات اللي هي جامبك جيدا فش كلها فيها استفادة خرافية فمزيما قلنا عندك جامبك جيدا فش برضو بتطوي شي معاك لكن حاول تجوها كمية كبيرة بحيث تبيع ضربة واحدة أو عندك إنك تستطيع السنارة السماك اللي هي خاصة بالانشينت وتكسرها وبعد تبيع الانشينت نفسها كطريق سريع لكن إذا تبت شيء متطول فيه لكن تكسف فيه كثير اللي هو السنارات فمزيما قلنا على كل نورة تكسب عليها حوالي تقريبا يمكن تكسف فيه حوالي وقل خمسين ألف فلوكس وعنوانت متاحة أساسا فأشوف التجارة هذه مرئة كويسة أتمنى المغضى أعجبكم يعطيكم للعفرام تابعة إنما أشترك يشترك كفاء خاصة تنبيش ومشاء الله في المغضى القادم يعطيكم العافية ومع السلامة شكرا 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 شكرا